خمسة تم تحولهم للجنايات بناء على قرار من النائب العام بسبب قضية بسانت بسانت البنت الطفلة التي يعني او الشابة التي انتحرت بسبب التضييق عليها وتهددها من هؤلاء الخمسة بنشر صور ينسبوها ليها عايز اقولكو ان القرار بتاع الاحالة بتاع النائب العام يتضمن الكثير والكثير ولازم كلنا نقرأ حتة ان هما يضغطوا على بنت الى هذه المرحلة وان هما البنت دي تشعر انها وحيدة وما فيش حد حواليها يسمعها او يعني الاهل ما كانوش واخدين بالهم قوي من مدى معاناة البنت دي من اللي هي بتشوفه او من اللي هي بتمر بيه يا جماعة عيالنا في هذه المرحلة السنية والعمرية محتاجين جدا ان احنا نكون جنبهم علشان يشعروا بالابمئنان البنت دي والنيابة بتقول طبعا هي حاولت الخمسة دول للجنيات وكلهم تحت السن على فكرة وفيه 13 شاهد النيابة استمعت ليهم واعترافات من المتهمين وهي اتهمتهم انهم اعتدوا على حرمة حياتها الخاصة وعلى المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية وحاولوا استغلوا هذه البنت جنسيا واكبرها على ممارسة افعال مخلة وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها وكان بيطلبوا منها في مقابل ان هما ما ينشروش الصور دي انها ترتكب معهم افعال طبعا فاضح عايز اقول لكم ان الادارة العامة للتحقيق في الادلة الجنائية شافت صور ومقاطع منسوبة للفتاة ومسكوا طبعا كل التليفونات ولكن النيابة وجهت لاولياء الامور بتقول لو سمحتم خدوا بالكم وكونوا رفقاء بالابناء وتسمعوهم وشاركوهم الهموم وما يخطؤون في اقترافه بمغفرة واحتواء ودون ان يتركوهم يعني ان هما يبقوا لعزلة ووحدة ان هما يشعروا ان هما لوحدهم تماما وان الشباب لازم يتحمل مسئولية الحفاظ على ارواحهم اللي هي امانة ويعني عايز اقول لكم ان معظم اللي قدمته النيابة في طلبات من المجتمع ومنها طلب من المشرع المصري مشرع المصري كده بقى حنبدأ نخش في مجلس النواب اعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد اذا ما افضى بالمجني عليه الى التخلص من حياته ان انا ممكن اهدد حد لان من الواضح ان النيابة رجعت القوانين ودي مسألة تحتاج الى اعادة نظر من المشرع وانا اتمنى ان يلتقط مجلس النواب وتنسقية شباب الاحزاب هذا الطلب من النائب العام ويبدأوا فورا ان هم يطلعوا هذا القانون او يعيدوا نظر في هذه القوانين